اشتركوا في القناة اولا هذا الفيروس يتحور بشكل مستمر طوال الوقت يعني اتذكر منذ بداية الجاعة في فبراير اثناء خروج هذا الفيروس الى شتى انحاء العالم بدأ يتطور وبدأ يتحور المهم ان يجب ان نرصد سلوك هذا الفيروس اللي لا ارتباط وثيق بسلوك الفرد كذلك تحور الفيروس لا يعني ظهور فيروس جديد او نسخة جديدة ولكن ظهور سلالة جديدة ناتجة من طفرات جينية جديدة الفيروسات الكورونا معروفة انها تتحور او تتطور بشكل بطيء على خلاف الفيروسات التنفسية الاخرى نفس الانفلونزا الموسمية وبدأت في ظهور هذه السلالات الجديدة منذ بداية الجايحة واخيرا كان في شهر سبتمبر لما اشتاح هذه السلالة مناطق في اوروبا لكن الاشياء المهمة اللي يجب علينا ان نعرف عن صفات هذه السلالة الجديدة ولها ثلاث صفات هامة واحد ان هذه السلالة الجديدة سريعة الانتشار كما نشر في وسائل الاعلام لها قدرة على تطوير الطفرات الجينية كذلك لها زيادة في قابلية العدوى ولكن ما زال الباب مفتوح امام الباحثين لمعرفة مدى تأثير هذه السلالة على صحة الانسان او خطورته هذا ما زال قيد الدراسة لكن السؤال اللي هو اكثر اهمية في هذا الوقت ما هي جدية اللقاحات المتوفرة حاليا او تأثيرها على هذه السلالة الجديدة الحمد لله الجوابه بكل تأكيد من الدراسات اللي خرجت بان جميع اللقاحات المتوفرة سواء في البحرين او خارج بحرين لم تتأثر بهذه السلالة الجديدة الى هذا الوقت الحالي اهمية اللقاحات هي فعلا تكون توفر لنا الحائط المنيع لهذه السلالة او لأي سلالات اخرى فمن هذه اللقاحات نتمنى منها تكون تكون مناعة قوية لجسم الانسان لمحاربة اي سلالة جديدة اخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر